الآن نقارن بين البارتكول والريجيد بادي البارتكول أو الجسيم يختلف على الريجيد بادي في أن الجسيم لا يمتلك أبعاد يعني الأبعاد غير مهمة size is neglected all forces act through the center of gravity يعني أي قوة راح تكون متبقة في مركز الثقل زي ما تشوفوا هنا وزن السيارة متبقة في مركز الثقل حتى ردة الفعل بتكون متبقة في مركز الثقل طبيعي لو size is neglected يعني dimension is 0 يعني rotation about center of gravity رح يكون أيضا متجاهل is neglected والmoment طبعا بتساوي 0 بما أن distance أو d بتساوي 0 أو الأبعاد أيضا بتساوي 0 بالنسبة للريجيد بادي على عكس الparticle size is important يعني الحجم رح يكون شيء مهم الأبعاد رح تكون أشياء مهمة وبالتالي points of application and line of action of forces are important يعني نقطة تطبيق وخط التطبيق بالنسبة للقوة رح يكون أشياء مهمة يعني لو أنا طبقت force هنا أو force هنا ما رح تعطيني نفس النتيجة rotation and moments about center of gravity are important وهنا أيضا الدوران والعزم حول النقطة جيل هي center of gravity رح تكون أشياء مهمة جدا لأنها لن تلتقي كلها في نفس النقطة فبالتالي distance ما بين force وال center of gravity رح يولد مثلا عزم مختلف عن الفرس اللي موجودة هنا أو الفرس اللي موجودة هنا نمر الآن إلى system of units نحن نسمي kinetics units length والtime والmass والforce عموما three of the kinetic units referred to basic units يعني هي محادات أساسية بالنسبة للlength نستعمل المتر والtime نستعمل له second والmass نستعمل له الكيروغرام لكن لو عايز unit of force الفورس هذه بتكون على علاقة بالقانون الثاني لنيوتن وزي ما تشوفوا هنا في الانترناشنال سيستم هذه هي قاعدة قانون نيوتن f بتساوي الكتلة في التسارع لو عندي هنا الكتلة بالكيلوغرام والأكسلريشن بالمتر برسيكند سكوار يعني فيها لو أردتم اللنث أو السبيس والسيكند الطايم وهنا راح تكون في وحدة الكتلة يعني قوة الفورس في حقيقة الأمر هي واحد كيلوغرام متر برسيكند سكوار اختزلها نيوتن في عباء في letter of n نسبة إلى اسمه نيوتن بصفة عامة لو عندي أنا قوة فورس واحد نيوتن بتطبقها على بلوك بيزن واحد كيلوغرام راح يعطيني acceleration بتساوي واحد متر برسيكند سكوار نمر الآن بصفة عامة إلى system of units هذا هذا تايبل بيعطيني system international of units prefixes سواء كان استعملنا اللنث بالمتر أو الكتلة بالكيلوغرام أو الفورس بالنيوتن إذا ماشينا في هذا الاتجاه راح تستعمل الديسيمتر والديكامتر والليكتومتر والكيلو متر إلى أن تصل حتى للتيرة ولو رحت إلى الاتجاه المعاكس راح تكون تتكلم مثلا لو تكلمنا على الحجم راح يكون أشياء صغيرة جدا تصل إلى حد النانو أو البيكو أو الفامتو أو الاتو نفس الشيء بالنسبة للفورس لو أنت بتتكلم على النيوتن هنا ف لو ضربت في عشرة راح تتحصل على الديكا نيوتن لو ضربت في مئة راح تتسمى لو ضربت في ألف تتحصل على الكيلو نيوتن وهكذا دواليك نفس الشيء لو رحت في الاتجاه المعاكس راح تصبح الفورس ضعيفة جدا وتتكلم على عشياء في حجم النانو أو حتى البيكو فورس شكرا على الانتباه شكرا